قال السيد علي بن محمد الرمحي وزير شؤون الإعلام إن الزيارة الملكية لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين إلى تركيا جاءت لتؤكد وقوف مملكة البحرين قيادة وشعبا مع تركيا وقيادتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وأشار وزير شؤون الإعلام أن تركيا ستظل كما أعلنها جلالة الملك المفدى في مباحثاته أثنائية بأنها الأخ والشقيق والحليف الذي نعتزبه وأكد الرمحي في تصريح خاص لوكلة ينباء الأناظول أن زيارة الملكية الناجحة فتحت أفاقا جديدة للعمل المشرك وستشكل دفعة قوية للعلاقات العريقة التي تجمع البلدين مشيرا إلى أن القيادتين عبرتا عن ارتياحهما لمسار العلاقات البحرينية التركية وقال إن مشاهدته زيارة من مباحثات إيجابية وبناءة وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون ما هي الاستكمال لتلك المسيرة المتميزة في العلاقات بين البلدين وبين الرمحي بأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات خصوصا في الجانب التجاري في ظل ما حققه بل حققته العلاقة بينهما من تقدم ملحوظ ونجاحا كبير وحول جلسة المباحثات بين جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس التركي قال الرمح إن مباحثات تناولت لوضاع الراهنة في المنطقة وتبادل وجهات النظر حيال التطورات ومستجدات الأحداث السياسية على الساحتين الأقليمية والدولية ومواقف البلدين تجاههما وفي ختام تصريحه أكد وزير الإعلام البحريني أن زيارة العهل البحريني إلى أنقرة مثلت بالفعل إضافة قوية إلى مسيرة العلاقات الأخوية الوثيقة والمتنامية في ظل الحرص المشترك على سيادة الأمن والسلام وسيادة القانون في كلا البلدين وبص الأمان والاستقرار الإقليمي والدولي والتعاون في محاربة التطرف والإرهاب وتوثيق الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين